أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية سفين أحمد أبو زيد أكد أن الفرصة متاحة غدا لتصحيح المسار وصحوة الضمير ذلك في إشارة إلى إنعقاد مؤتمر قمة القاهرة للسلام غدا بنصر يأتي هذا في حين نشر المتحدث باسم وزارة الخارجية عبر حسابه على منصة X صورة لشعار قمة القاهرة للسلام التي تستضيفها مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة